اشتركوا في القناة نحن الآن في منزل الدكتور أيمن نور صاحب هذه الدعوة للإفطار للجمعية التأسية يعني كان الألوان الطيف السياسي كلها حضرت اليوم في هذا الإفطار وغلب على الإفطار الحديث حول السياسة وحول اختيار الدكتور هشام قنديل بداية بنراحب بحرك ونحن نضيف عنك دكتور أيمن يا أهلا بيك وأنتم مش ضيوف وأنتم أهل المكان وإحنا هذا اللقاء هو اللقاء سنوي دائما كان تحت لافتة الوحدة الوطنية العام الماضي كان تحت لافتة أو بطعم السورة ربما يكون اليوم بطعم الدستور باعتبار أن معظم الضيوف معنيين أو متورطين في مسألة صناعة الدستور الجديد فمعظم ضيوفنا اليوم بيمثلوا أطياف الحركة السياسية المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر الجديد لو بدأنا بالخبر الحديث الذي يعني استحوذ على كلام الناس اليوم هو اختيار الدكتور هشام قنديل لرئاسة وزراء رايح حضرك في الاختيار وهل كان مفاجئ لحدك ولا يعني والحقيقة الاختيار مفاجئ واسمح لي أحدد نوع المفاجئة بعد وقت قليل عندما أطلع على باقي تشكيل الحكومة لكن هو الاختيار مفاجئ ربما كمان يرقى لمستوى أنه صادم أو غير متوقع دكتور هشام شاب محترم ونكن لي كل تقدير واحترام لكن الحقيقة ربما ما كانش من ضمن الأسماء الواردة أو المدرجة في قائمة الاختيارات أو الاهتمامات بالنسبة الرأي العام فأنا واحد من الرأي العام أشعر بشيء من الدهشة محتاجين من الدكتور محمد مرسي الذي نكن له كل التقدير أن يقدم لنا مبررات اختيار الدكتور هشام إلى أن يقدم لنا هذه المبررات فنحن سنظل في حالة الدهشة متمسكين بحالة الزهول اللي احنا مصابين بها من ساعة سماع الخبر والقرار لو تحدثنا على جانب آخر وحدك وكيل الجمعية التأسية إلى أين وصلت النقاشات حول الدستور؟ إحنا الحقيقة يعني بنمضي قدما نحو إنجاز ما يمكن إنجازه في وقت قياسي دون إهمال لمعنى الدستور ودون تعجل في صناعة المصوص اللي هي بنحطها وإحنا بنبص القرن قدام أنا بقول الدستور الحالي إن شاء الله سيكون أفضل دستور في كل الدستاتير المصطية السابقة وبعتقد إن إحنا عندنا فرصة عظيمة إن إحنا نقدم دستور بحجم الثورة وبقيمة الثورة وكل ما يشاع عن أراء وأمور بعضها الحقيقة بأشاز لكن كل دي اقتراحات فردية يعني واحد من مئة عضو بيقترح اقتراح لإعلام أحياناً بيتلقى في هذا الاختراح ويجسمه ويجسده في صورة أنه واقع ما زلنا حتى الآن في مرحلة لجان الصياغة لسه بدأنا اليوم لجنة الصياغة لجنة الصياغة دي هتنتهي من عملها تعرض على الجمعية كي يتم التصويت على هذه النصوص بمعنى لا يوجد شيء نهائي كل ما أصير حول بعض النصوص كان مجرد شائعات إعلامية يعني هناك عدة أمور يعني شغلة الرأي عن في الفترة الماضية يعني مثل وضع الجيش في الدستور الجديد مثل الحريات والتخوف على الحريات في ظل تصاعد وتنامي الطير الإسلامي فكرة أيضا المادة الثانية هل هي مبادئ أم غير المادة الثانية هي مبادئ كما كانت في دستور الحصبين ولن يحدث عليها أي تغيير وأنا بقول يا جماعة اطمئنوا لن ندخل في التفاصيل الآن لكن اطمئنوا نسير في الاتجاه الصحيح ويومها نشعر أن هناك أي مغيرة لهذا التوافق أعتقد أننا نملك شجاعة أننا نقول أننا بننسحب أو لن نشارك في هذا العمل وماذا عن الحريات دكتور أيم الحريات في أحسن صورها جانب الحريات أعتقد أنه على أرقى مستوى وسيكون دستور متقدم جدا في هذا الجانب وأنا برجو أن أنت أتكلم مع بعض زملائنا دكتورة منار ودكتور وحيد وهم كانوا معانيين بهذا الجزء يقدروا يقول لك تفاصيل أكتر وماذا عن فكرة وضع الجيش أو نصر العسكرية في الدستور؟ لن يكون مغير الـ 71 ربما أقل في أمور أنا في اللجنة اللي بتعمل هذه النصوص ربما سنعلن قريبا عن أخبار صارة في هذا المجال شكرا لك دفر أيمان وأترك لدو زيوفا شكرا لك شكرا لك الإعلامي الأستاذ وائل إبراشي أولا كل سنة أحرق طيبين كل سنة هم طيبين والمشاهدين كلهم طيبين أستاذ وائل يعني عايزين نسألك الأول رمضان السندي مختلف عن رمضانات السابقة بالنسبة لك ولا ما فيش اختلاف لا رمضان مختلف طبعا سياسيا في أحداث سياسية عصفة لا زالت تأخذ الانتباه وتأخذ الأنظار في حالة سكون قبل العصفة وفي عواصف سياسية أيضا في تشكيل حكومة وفي صدام بين سلطتين رئيس جمهورية ومجلس عسكري وفي حديث أيضا عن أجواء سياسية مختلفة وبالتالي في رمضان السنة دي بنتطلع أنه يعني نبدأ مرحلة البناء وأنه على الأقل إذا نجحنا في الانتهاء من الدستور وإذا نجحنا والتوافق عليه التوافق عليه أهم من الانتهاء من سيارته وأيضا أنه تنتهي الخلافات السياسية اللي بتعطل الانتقال للمستقبل وتعطل عملية البناء رمضان عند الناس هو شهر بيتجمع فيه الناس وبنسميه إحنا شهر شوية اجتماعي أكثر منه سياسي مع هذا الشهر الاجتماعي عندنا طموح أنه تعود العلاقات الاجتماعية والإنسانية إلى طبعتها وأنه على الأقل نتغلب كمان على المشاكل المعاشية والاجتماعية التي زادت سوءا يعني للأسف الشديد في شهر رمضان المياه كهرباء مقومات أساسية من حياة البشر بتختفي من حياتنا الاجتماعية أو أنه فيها مشاكل عديدة بالتأكيد رمضان السنة دي حتى وإحنا عادين بنتكلم السياسة هي الطعام الأول على الماء ده كان هناك حديث حول اختيار الدكتور هشام قنديل كرئيس الزراء رأيك في الاختيار والله حتى بما فيهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وفي حزب الحرية والعدالة معنا هنا في الفطار عندهم حالة الدهشة اللي عندنا المتعلقة بالاختيار ليس تقليلا من شأن رئيس الحكومة الجديد الدكتور هشام قنديل ولكن على الأقل في علامات دهشة تتعلق بمن هو فلسافة الاختيار كان مطلوبا من رئيس الجمهورية حتى يقضي على علامات الدهشة والزهول وعلامات الاستفهام العديدة أنه يطلع يقول فلسافة اختيار هذه الشخصية إيه أولوياتي إيه اللي دفعتني لاختيار هذه الشخصية هل هي شخصية قدراتها اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية لأنه الحقيقة في علامات زهول عند الجميع بما فيهم أعضاء يعني معايا الدكتور محمد البلتاجي قيادي في حزب الحرية والعدالة وعضو مجل الشعب السابق يعني هو نفسه مش فاهم سبب الاختيار إيه ربما اختيار رئيس الوزراء للوزراء يظهر الصورة بشكل أوضح ربما بس كمان شخصية رئيس الحكومة مهمة انت محتاج شخصية على الأقل مش هقول انها تكتفي فقل الاجتماعي والجاذبية لكن لا شخصية لها فقل سياسي يستطيع انه يوحد للقوى السياسية شخصية لها وزنها وفقالها تكي على الجانب الأخرى وزوال هناك من يقول ان احنا نريد شخصية إدارية تستطيع ان تتعامل مع جهاز الدولة بشكل فاعل ولها خبرة سابقة في جهاز الدولة يعني في المرحلة الحالية انا شايف الأولوية انه كنت بقى في عندك شخصية تجمع بين كل هذه الأشياء يعني بمعنى انه انا محتاج وإلا لماذا علامات الدهشة والزهول والصدمة على وجوه الكثيرين طب يطلع الدكتور محمد مرسي لا مانع لابد ان نعطي لرئيس الحكومة الجديد الفرصة كاملة بس لابد انه يطلع رئيس الجمهورية فلسافة هذا الاختيار ايه خلاص احنا في عصر شفافية لم يعود الاختيار بيتم من تحت التحت ولا من تحت الترابيزة ولا من خلال صفقات انما لابد انه يبقى فيه مصارحة انا اخترت هذه الشخصية لانه يستطيع ان ينفذ ما في رأسي من اولويات هي كذا وكذا وكذا كمان عملية الاختيار مهمة جدا عملية اختيار الوزراء لانه احنا بنطمح في حكومة تمثل كل القوى السياسية فكرة الاقصاء والتهميش انتهت وبالتالي احنا بنطمع في انه هذه الحكومة تعبنا من الخلافات الناس لن تتحمل اي خلافات الناس عايزة حكومة سلطة تنفيذية تستطيع ان تحقق احلامها الاقتصادية والمعاشية والاجتماعية والاقتصادية وبالتالي انه اعتقد انه سيفعل ذلك الدكتور محمد مرسي انه لازم يخرج على الرأي العام ويقول لماذا تم اختيار الوزير هشام قنديل ليكون رئيسا للحكومة خاصة هذه المرحلة عصيبة خلي بالك هذا هو اول رئيس حكومة بعد انتخاب اول رئيس جمهورية منتخب وبالتالي انه ده مش رئيس حكومة عادي بالاضافة في ظل خلافات بين قوى سياسية عديدة ومختلفة نحتاج لرئيس حكومة قوي الا اذا وهذا ما اخشى ان يكون هناك من سيدير من الخلف لابد ان تتوقف هذه الظاهرة انه يبقى في عندي من يحكم من الخلف ظاهرة جمال مبارك انتهت وادت بالحياة السياسية الى نكبات واعتقد انه الدكتور محمد مرسي لن يفعلها بمعنى انه يجيب شخصية يعني متوسطية يستطيع الغير ان يحكم او ان يدير الحكومة من خلالها لا نريد رئيس حكومة قوي قوي مش قبضة حديدية دكتاتورية لا قوي يستطيع انه يأخذ قرارات وينفزها يستطيع انه يقتحم ويستطيع انه ينتقل من البلد الى شكل افضل بالتأكيد انما في مخاوف عند البعض ان تكون هذه الشخصية مناسبة لانه هناك من سيدير الحكومة من الخلف ربما الايام ستظهر هذا يعني وجهة هذه النظر او عكسة ربما وانا يعني شايف انه لابد انه رئيس الجمهورية يخرج للناس وينفي ويبدد هذه المخاوف اولا ثانيا يقول فلسفة هذه الاختيار ثالثا كمان في وجهة نظر تانية ما احنا خدنا ايه من الاسماء الكبيرة ما في ناس تولت الحكومة ده وجهة نظر مضادة كثيرون تولوا الحكومة وكانوا اسماء وكانت لديهم الكاريزمة ولم ينجحوا البعض يقول انه ربما تكون هذه الشخصية فيها مفاتيح لن علمها وبالتالي مهم جدا لرئيس الجمهورية انه يصارح الرأي العام حتى نستطيع ان نساند رئيس الحكومة ولا تأخذ عملية الاختيار هذا الجدل وهذه العلامات الكثيرة والكسيفة علامات استفهام وعلامات دهشة وزهو شكرا لك سوزوائل وكل سنوات طيبين المهندس ابو العلم ماضي رئيس حزب الوسط كل سنوات طيبين انت بالصحة والسلام اولا يعني رمضان بالنسبة لك السنادي هل اختلف عن السنوات الماضية ام لم يختلف؟ اللي هو رمضان بالنسبة للسنادي اختلف بسبب السورة يعني السناد وسلفات ده تاني رمضان في السورة السناد وسلفات اه انه رمضان بطعم السورة بطعم الحرية بيختلف يعني لكنه تعارف المصرين عندهم طريقة لطيفة في رمضان يعني زي ما احنا الليلة كده في بيت الدكتور ايمان نور اه انا بيزبالي اول تهت اربعة تيام بس بيتفترهم في البيت عشان اولا اخو الجسم ياخد على الصيام وبقال من الاول من النهاردة انت رايح كده مش ارتبطت الحقلية برضو يا بشوان هم اربعة تيام من النهاردة وماشي ببكرة وبعد وانت ماشي عطول كده الجدول تقريبا اتمال حد اخر الشهر تقريبا يعني بعد استثناد قليلة اه وممكن يكون في ناس بعد الشهر جمان يعني في ارتباط بعد الشهر لا رمضان بيخلص في شهر معنى اه يعني في ستة ايام البيت بقى ممكن يعني لا 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 هو الامسيات دي بتبقى امسيات ثقافية سياسية اجتماعية اول واضح النهاردة كان الكلام كله سياسي حوالين اختيار الدكتور هشام قنديل كرئيس الزراء انا عايز احرك كرئيس حزب الوسط وكالمهندس العلم الماضي كيف استقبلت اختيار الدكتور محمد مرسي للمهندس والدكتور المهندس هشام قنديل حياتك مفاجأة بس بالي ومتوقعتها ايشت انه كنا مدركين انه نحن قلن في ازمة سياسية كبيرة وطبعا في ازمة اقتصادية اكبر من الاول لكن اساسها سياسي ومرحلة التحاول دي كانت محتاجة الى رئيس وزراء مسيس يستطيع ان يعمل جسور مع فرقاء عدة ويخفف حالة الاحتقان في المجتمع تفتح الباب للتقنقراط والاقتصاديين ان يبدأوا تهدئ الاضربات والاعتصامات العملية والمطالب الفئوية يعني محتاجة حد مسيس الدكتور هشام لا اتحدث عن الشخص انا لم اره اللي ممكن مرة واحدة كنا في كل الحربية كاميوم سلمت عليه ما عنديش معلومات عنه هو في النهاية قادم من طبقة تكنقراط وانا كنت مشوف ان الايام دي لا تحتاج لتكنقراط كرئيس وزارة كانت تحتاج لرجل مسيس قوي يستطيع انه يساهم في حل الملفات الشائكة في كل احوال هذا اختيار رئيس وهذا حقه ونعطي له فرصة نشوف اداءه يبقى ازاي يعرف اتعامل مع الملفات الصعبة دي الله يعينه حزب الوسط يعني مقترحاته التي قدمت للرئاسة سواء خاصة بمؤسسة الرئاسة او بالوزارة لا لا احنا ما قدمناش شيء للرئاسة لم تقدم اي شيء لم نقدم اي شيء يعني ما فيش مقترحات باسماء الوزراء او وزرات معينة طلاقا اطلاقا لم نتقدم باي مقترحات في اي مجال من هذه المجالات لم نتقدم ابدا لو تحدثنا معك بشوانس عننا يعني الى اين وصلت اللجنة التأسية لصيغة الدستور يعني كان هناك دعوة رفعت اليوم لبطلان الجمعية التأسية بناء على الاعضاء التي تم اختيارهم من قبل شيخ الازهر يعني هناك دعوة متلاحقة بترصد ويعني تريد ان تنقض على هذه الجمعية التأسية فالى اين وصلت هذه الجمعية وكيف تتأثر بهذه الدعوة القضائية لا احنا كجمعية منفصلين عن الدعوة ومشترف فيها فاز الصراع بنحاول ننجز عملنا وكنت بقول المرة الماضية حتى لو هتتحل بعد ساعة احنا شعرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا قامت الساعة وفي يد احد يكون فسيلة واستطاع ان يغرسها فليغرس فاحنا بنعمل حتى اخر لحظة غير معانيين عن اي نوع نوع الصراع متعلق بالجمعية الجمعية نفسها بدأت تنجز اعمال كثيرة في بعض ملفات شائكة او شكلنا في اللجان احنا لسا ندخلناش في الجمعية بشكل عام اللجان الفرعية يعني انا في لجنة الدفاع والامن القوم انتهينا من نصوص خاصة بالجيش وبالشرطة تقريبا يعني بكرة اخر جلسة نخلص فيها كمجموعة فرعية وبعدنا نعرض على اللجنة لها لجنة نظام الحكم تمهيدة اللي عرضها على الجمعية كلها مكتمل يعني السؤال حول وضع الجيش في الدستور الجديد هل هو وضع مماثل للدستور 71 ام وضع مناسب ام وضع متميز فكرة حماية الدستور هل ينص على شوف لا 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 توجد اي نصوص تنص على دور للجيش في النحية السياسية لا احمد الدستور والا احمد الشرعية ولا النصوص اللي قلتها بالكده غير وردة في النصوص اللي توافقنا عليها ليست النصوص كدستور 71 لانه في منطق انه منذ حركة 52 او ثورة 52 كان اللي بيحكم فعلا احد ضباط الجيش وبالتالي مكانوش مهتمين بالنصوص انه كان الواقع ان الجيش هو المصدر المشروعية اللي وراء نظام الحكم القائم 52 لما قامت ثورة 25 ناير 2011 اصبح في دستور فبدأ الكلام حول النصوص فبدأ الاهتمام بالسيخة النصوص النصوص الواردة في 71 تم اضافة علي بعض النصوص الاخرى بحيث يكون وضع مناسب انت استعملت تلات تعبيرات قلت كما هي ولا وضع مناسب ولا متميز انا رأيه مش متميز لكن انا في تقدير انه مناسب ولا تنسى انه مقتراحاتنا ديها تناقش على مرحلتين مرحلة اولى في اللجنة العامة لنظام الحكم ثم في الجامعية لنفسها كلها يعني ان شاء الله يعني هل من الممكن ان نطلع للجامعية عن النصوص التي اضيفت على دستور 71 خاصة بوضع بوضع جيش وشكلها لا انا شايف مش مناسب دا الان لانها مقترح مجموعة عمل صغيرة من 6-7 اشخاص لما تقر تبدأ الطرح الرأي العامي نقش لكن لسه الان يعني مزال مقترح داخلي احنا اتفقنا الان ننشره غير لما ياخد يعني موافقة مبدئية على الأقال من اللجنة الرئيسية او من الجامعية نفسها لان احنا نعمل الموادها النقشة على المرتين في الجامعية قراءة اولى يعني هناك فيه لجنة الصياغة بتجهز المخترحات من اللجان تعرضها على الجامعية قراءة اولى تقول ملاحظاتها وتعدلاتها ترجع تاني للجنة تعملها صياغة نهية وتعرضها مرة تانية على الجامعية قراءة تانية عشان قراءة نهية فاحنا قدامنا مراحل لسه من المناقشات للمواد دي والرئي العام هي شاركنا فيها بإذن الله تفصيلا بيعملوا جميعا على أن ننجز هذا في أسرع وقت ممكن نتمنى أنه قبل أن ينتهي رمضان نتمنى أنه نحن نكون انتهينا منه نتمنى هذا نحن لجنة الصياغة مثلا نهاردة قررت تشتغل أربع أو خمس سين في الأسبوع وجلستين في رمضان جلسة صباحية وجلسة بعد الفطار ومعظم اللجان مشتشغل مرة واثنين في اليوم وبالتالي مجرد ما ننجز هنعمل بقى جلسات يومية للجمعية كلها عشان تقر بقى المواد اللي تم أن أضجها في اللجانة المتخصصة بشمال صباحية على مستوى حزب الوسط هل بقيتوا من الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة سواء مجلس شعب أو المحليات بالتأكيد كل القوى السياسية بفي الحزب عندنا حزب الوسط بينظر أنه في قريبة انتخابات هتم يعني بغض النظر على الأوضاع لا بد يكون فيه انتخابات فالكل اللي بيبدأ يستعد لهذا وإحنا بدأنا خطوات الأولى للإستعداد إن شاء الله للمراحل الانتخابية مستوى مشاركة حزب الوسط في الانتخابات ستكون مثل المجلس شعب السابق أم أعلى أم أقل شوف بالتأكيد إحنا المرة الماضية كما تعلم زينا الواحدين المفردين وكان كل الناس نازل في كتل وكانت أول تجربة الحزب عمره حوالي سنة أو أقل رسميا سنة أو أقل لكنه في النضال منذ 96 آه ما كانش حزب كان بيحاول يبقى حزب ما كانش حزب رسمي أصبح حزب رسمي بعض الصور آه أنا والتصور إن شاء الله إحنا فرصنا في انتخابات القديمة سيكون أفضل من انتخابات الماضية بإذن الله إن شاء الله أسوز مهن سبع الماضي رئيس حزب الوسط شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك معنا الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجامعات تأسية دكتور وحيد أولا كل صالح لك طيب وكل رمضان نسألك الأول عن رمضان أحنا كعمل إيه في رمضان وإحنا في يوم الخامس منه دلوقتي يعني زي ما أنت شايف هو في هلاك مستمر من الصباح إلى المساء يعني الحاجة الوحيدة تقريباً اللي بتتغير في الهلاك اللي إحنا فيه ده من العمل اليومي والسياسي والدستوري والمهني هو معاد الفطر والصحور بس يعني ده التغيير الوحيد ده الفاصل آه إنما إنما بنشتغل طول اليوم من الصبح إلى وقت متأخر زي ما بتتبعوا كده وتشوفوا دكتور وحيد لو بدأنا بخبر اليوم إلى وقت يرى الدكتور هشام قنديل ورئيس الوزراء ويشكل الحكومة إن شاء الله يعني كيف قرأت هذا الاختيار الحقيقة أنا لم أتوقع خيراً كثيراً يعني في نتيجة الطريقة التي يعالج بها آه موضوع الحكومة والفريق الرئيسي آه ليس فقط منذ فوز الدكتور مرسي لكن منذ آآ آآ بدء جولة الإعادة لماذا دكتور؟ لأنه آآ آآ نحن في مرحلة لها متطلبات آآ وأول متطلبات هذه المرحلة هو إنهاء فترة الانتقال التي آآ يراد لها أن تطول إلى آآ 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 إنهاء مرحلة الانتقال تعني عودة المجلس العسكري إلى دوره الحقيقي ومغادرته السلطة نحن في وضع فيه شراكة في السلطة بين رئيس وبين المجلس العسكري هذا الوضع لا يمكن عبوره إلا بوجود حكومة قوية ومجلس رئاسي قوي يعبران عن شراكة وطنية حقيقية هل ترى دكتور وحيد أن اختيار الدكتور هشام قنديل أتى بعد مشاورات بين الرئيس وبين المجلس العسكري؟ لا أعتقد لكن هو يعبر عن عدم إدراك متطلبات هذه المرحلة وعدم إدراك أن الشراكة الوطنية هي الأولوية القصوى التي بدونها لن يكون الرئيس رئيسا ولن تكون الحكومة حكومة ولن يكون رئيس الحكومة رئيس حكومة سيظل هؤلاء جميعا يعملون في اعتقادي تحت المجلس العسكري ليه؟ لأن هناك أطراف كثيرة سياسية واجتماعية تخشى حكم الإخوان وتفضل بقاء المجلس العسكري بعضهم لديه شجاعة ويساند المجلس العسكري بشكل مباشر بعضهم الآخر يسانده بشكل غير مباشر لأنه بيدعو إلى دولة مدنية فهذا الوضع لا يمكن الخروج منه إلا بإشراك هؤلاء الخائفين في عملية شراكة وطنية حقيقية بما يؤكد أن البلد لن تكون لطرف واحد ولن تكون لفصيل واحد ترحت أسماء في الفترة الماضية بدأت من الدكتور محمد البردعي ثم الدكتور محمد العريان وبعد ذلك الدكتور محمود أبو العيون أيضا يعني عيدة أسماء ترحت وذهبت والتقت بالدكتور مرسي وكان مطروح هذه الأسماء ثم بعد ذلك اختفت هذه الأسماء وظهرت دكتور هشام قنديل برئاسة الوزراء يعني هل هذه الضبابية في فكرة أن لا توجد معلومات حقيقية أو معلومات مباشرة من مؤسسة الرئاسة حول الاختيار كيف تقرأ هذا دكتور وحيد؟ في غياب للرؤية وغياب للاتجاه عدم وضوح الاتجاه ليس لديهم رؤية واضحة لمستطلبات المرحلة أولا البردعي لم يطرع البردعي نحن الذين طرحناه ونحن الذين قلنا ترح عالميا بشكل قوي ترح منذ انتهاء الجولة الأولى في الانتخابات وبدء جولة الأعادة بين مرسي والمدعو شفيق وقلنا أنه خوض هذه المعركة بشكل مشرف والخروج منها بشكل مشرف لمستحة الثورة يتطلب تضافر قوى الثورة كلها شكرا لك دكتور وحيد شكرا حركة السيد عمر موسى أنا بحركة كل عام أنتم بخير الله أكرم يعني بنتكلم حركة عن رمضان هذا العام هل اختلف بالنسبة حركة عن الأعوام السابقة دايماً بيختلف ويتشابه بيختلف في ظروف جديدة كانت مثلاً الرمضان اللي فات كان فيه انتخابات الرمضان ده مفيهوش انتخابات والتاني كان الرمضان السابق كنت بتجاول فيه في كل أنحاء مصر أفطر النهاردة هنا بوكرة في الصعيد والآخره ده مش هو نفس الوضع السنة دي وأن كان هذا العام يتميز بأننا عندنا شغل كتير جداً في الجماعية الدستورية جماعية الدستور يعني يعني السؤال متى من الممكن أن ننتهي من صياغة الدستور وطرحه على الشعب اللي الاستفتاء عليه؟ تقريباً تقريباً نحتاج إلى بضعة أسابيع لأنه الكلام الموجود ده اللي بيتقال أنه هناك صياغات نهائية وشبه نهائية وبدأ ده غير صحيح فيه صياغات نهائية ولا شبه نهائية فيه صياغات مقترحة اللي عدد من المواد من مجموعات العمل المشكلة إنما ده مرحلة مبدئية لسه ما عرضتش لا على لجنة الصياغة ولا على اللجنة العامة ولا ضبطت من النواحي القانونية ولا السياسية وفيه حاجات كتير مواد اتغيرت وتأسمت وتم تغيير المواقف مواقف هيئات كثيرة مما هو موجود داخله مثل أي هيئات؟ يعني فيه المواد الأولى الخاصة بالهوية المصرية وغيره ده لسه يعني كان فيه أخذ وأعطاء ومخترحات مختلفة إنما فيه طيار كبير جدا اللي بيتكلم عن أن مصر دولة حديثة مش دولة من رجعش إلى تعبيرات يعني تبعد عن العصر اللي مصر عايش فيه وده حيكون الطيارة الغالب لأنه إحنا كلنا أي واحد مصري عارف المشكلة اللي إحنا فيها وعارف إن حلولها مش سهلة وإن حلول يجب تكون تتمشى معها يعني حلول اقتصادية دوله تبقى تتمشى مع الاقتصاد العالمي اللي ماشي تستفيد منه وتفيد منه وتتجر معاه وهكذا يعتمد على السياحة اللي بتيجي من هذه الدول على الاستثمارات اللي حتيجي من أماكن متعددة فكل المسائل دي تحتاج إلى عناية وإلى وقف أي كلام عمومي لا يؤدي إلا إلى لخبطة والتباس ولذلك يجب ضبط الصياغات تماماً في الدستور وأن يكون هي في شموليتها دولة مدنية واضحة أنها دولة مدنية قائمة على مؤسسات محددة ونظمها الدستور والناس تنتخب مسؤوليها وهكذا السيد عمر موسى لوحد حدث محركة عن الخبر الحديث اليوم كان حديث يعني كل الحاضرين أو أغلب حاضرين عن اختيار الأستاذ الدكتور هشام قنديل الرئاسة الوزراء رأي حضرك في هذا الاختيار في هذا التوقيت لا هو مش هذا التوقيت ما هو لابد يختار رئيس وزراء في هذا التوقيت هو تأخر يعني هو تأخر فأسيبك من هذا التوقيت دي إنما الاختيار يعني هو أحد ويعني هو الشخصية الدكتور المهندس قنديل الناس ما عرفوش وكان وزير الرئيس منذ حكومة الدكتور المشرف حتى الآن آه كان وزير الرئيس ده قطاع خاص بإيه يعني فيه مهندسين ومشاكل الرئيس والمياه ما كانش فيه جزء من النقاش الكبير اللي داري في مصر إنما ده لا يقدح في إنه يجب أن يعطى فرصة ويعني كل ما استطيعنا قلنا أتمنى له التوفيق سيد عمروسة يعني كانت يعني هناك بعض الأحديث حول مؤسسة الرئيسة وأنه سيتم الاستعانة بحضرتك كأحد نواب للرئيس خاصة بشأن الخارجي ما صحة هذه الأقوية؟ والله يا أخي أنا قلت أكثر من مرة إنه هذه موسائل غير مطروحة وغير متوقعة ولم يتصل بها أحد والحيبة لم يتصلوا به ناس كتير جدا ويدعوا إنهم تم الاتصال بيهم وهم رافضوا وهم الشرات وهم كذا ما حصلش كما يعني كما أفهم فأنا لم كل دي إشاعات يعني في حال لو عرض على حد في حال دي إنما البلد مليانة إشاعات ومليانة تأويلات ومليانة التفسر لابتسامة والسلام والكلام والنظرة يعني وهي تسالي رمضان كل صارحة طيبة السيدة طيبة سيدة شكرا حالك فادي الدكتور محمد البلتاجي القيادة بحزب حرية عداء وعضو الجامعية التأسية أولا أنك صارحة طيبة كل مضان حالك سيدة طيبين المصريين جميعا بخير يعني منذ دقائق كان معنى وقل إبروشي وتحدث عن أن حرك تفاجأت باختيار الدكتور هشام قنديل كرئيسة الوزراء فأنا سألك سؤال مباشر يعني كيف تلقيت خبر اختيار الدكتور هشام قنديل ومنذ يومين كنت في زيارة للدكتور محمد مرسي نشرت في الجرائد أنك زورته لتطمين عليها وتسأل عنه وما شبه ذلك لا خلينا أحدد الموقفين ببعض المفاجأة بالنسبة لنا كما هي بالنسبة لجموع المصريين سواء القوى السياسية المختلفة أو عموم الشعب المصري اللي كان بيتابع خلال الساعات الماضية والأيام الماضية المفاجأة مش أن هذا الاختيار حلو أو وحش أو هذا الاختيار عجبنا أو لا عجبنا لكن المفاجأة أننا مثلنا مثل باقي المصريين جميعا تلقينا هذا الخبر حين أعلن عنه ولم نكن لجزء من مشاورات أو اختيارات أو ترشيحات بشأن هذا الاختيار وبالمناسبة حدك بتشير إلى زيارتي لقصر الاتحادية ومقابلة الدكتور محمد برسي يعني أنا طلبت الحوار ليس مع السيد الرئيس لكن مع بعض المستشارين الموجودين الآن في قصر الاتحادية لبعض القضايا المصارى على الساحة للمناقشة حولها وذهبت قابلتهم وتناقشنا ومجرد أن أنا قابلت السيد الرئيس وسلمت عليه لكن يدور بين وبين وحوار لا في هذا الخصوص ولا في غير من الخصوص آخر حوار تام بيننا هو اللقاء الذي زرنا فيه مجموعة الجبهة الوطنية زرنا فيه في لقاء رسمي أعلن عنه وقتها وتحورنا فيه في الشأن العام عقب اختيار أو عقب إعلان نتيجة الانتخابات ماذا سيكون موقف الجبهة الوطنية بعد اختيار الدكتور هشام قنديل لرأس الوزراء يعني هل سيتم دعمه بشكل أو بآخر؟ يعني أتصور أن القضية ليست مرتبطة بشخص لأن الجبهة لم يكن لها ولا غيرها أظن منك القوى الوطنية لم يكن لها خيار بأن لازم يأتي فلان أو أن الناس تريد شخص بعينه لكن تشكيل هذه الحكومة وبرنامج هذه الحكومة وقدراتها على تنفيذ هذا البرنامج هو اللي حيب في الامتحان وعلى المحك لو تحدثت محرك عن دور حزب حرارة عدالة في الفترة المقبلة ومشروع المائة يوم الذي هو مشروع سيادة الرئيس الآن والسعي في إنجازه في مقابل أن الشوارع ممتلئة بالقمامة رجال أمن في حالة غياب عن الشوارع بشكل أوبا يعني الجزء السلبي بما ذكرته بيؤكد بأن في حالة تعمد إفشال بنراها زي ما حضرتك بتشير إلى حجم القمامة الموجود في الشارع الآن وهو لم يكن الوضع الطبيعي حتى طوال مرحلة الثورة وتوال السنة ونص الماضية فضلاً عما قبلها حالة الأمن أيضاً الحالة المرورية لم تكن حتى هي الحالة التي كانت موجودة طوال الشهور الماضية ما يلقاه المصريون منعنت في مختلف محافظات مصر بنقطاع كهرباء بنقطاع مياه يعني تعطيل كثير من المصالح أحياناً بدفع فئات من المجتمع بصورة مستفزة لنوع من الإضراب صحيح بتعبر عن حقها في هذا الوقت لكن سبب خروجها للإضراب أنها استفزت بشكل ما من خلال قرارات أخذت من جهات إدارية وكأنها تدفع بهؤلاء العاملين في اتجاه الإضراب محاولات الإفشال محاولات الإرباك محاولات التعطيل ليس فقط لبرنامج الميت يوم لكن لقدرة هذا الوطن للتعافي وقدرة مؤسساته الجديدة كرئاسة كحكومة كبرلمان كمؤسسات دولة منتخبة في أن تقوم بواجبها وبالتالي محاولة جر عجلة للوراء مرة ثانية الخطوات اللي يتخذها حزب حرية وعدالة في هذا الإطار لمسانات برنامج الرئيس أو الرئيس إذن نحن لا نتحدث عن قضية حزبية أو قضية فئوية أو قضية طيار أو جماعة أو حزب أو فصيل لكن نتحدث عن قضية وطن أنجز ثورة واختار مؤسسات ثم هناك محاولات رأيناها في البرلمان وصلت إلى حالة تعطيل برلمان بعد عدة أشهر من اختيار الشعب له ثم نرى هذه المحاولة تتجه إلى مؤسسة الرئاسة بشكل وبآخر لمحاولة الوصول إلى حالة التعطيل والإفشال ثم الالتفاف عليها إذا ما سمحت الظروف وبالتالي هي المسؤولية ليست مسؤولية حزب الحرية والعدالة فقط لكن مسؤولية القول وطنية جميعاً مسؤولية الشعب الذي صنع ثورته معاً في أن يمنع محاولات الإفشال والإرباك والتعطيل هذه وأن يدعم ليس الرئيس باعتباره طيار أو فصيل أو حزب لكن الرئيس باعتباره الرئيس لكل المصريين وباعتباره أن لدينا فرصة حقيقية لإنجاز برنامج هو محل أولويات سواء بنتحدث عن نظافة أو تأمين وقود أو تأمين رغيف عيش أو حالة أمن واستقرار مؤكد أنه مطلب المصريين جميعاً وليس فقط لأن هذا برنامج الرئيس سؤال الأخير دكتور محمد متعلق برئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل هل هو منتسب لجماعة الإخوان أو قريب منها أو على علاقة بها بشكل أو بآخر يعني أثير هذا الكلام في الساعات القلال الماضية أنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين وكان في وزارة الرئيس وكان مهمشاً ثم بعد ذلك أصبح وزيراً في وزارة دكتور عصام شرف ثم بعد ذلك الدكتور كامل الجنزو يعني أنا نموذج أو مثل لأحد المنتمين للإخوان المسلمين حينما تم اختياري وأنا كنت أول دفعتي علشان أتأعين معيد ثم مدرس مساعد في كلية وأنا أول المستحقين لهذه الدرجة الوظيفة عطلت منها أربع سنين فهل حضرتك أو عقل أي مصري يتصور بأن كان فيه حد فيه موقع مسئولية زي ما كان فيه داخل وزارة الرئي الدكتور هشام قنديل فيه زمن حسني مبارك ثم يأتي به المجلس العسكري وزيراً فيه حكومة عصام شرف وهو ينتسب يعني القضية أظن العقل المصري والجيل اللي بيعيش ويسمع هذه الطرهات لمجرد أن فيه حد قد يصلي الجمعة أو مرتاحي زي الرئيس الدكتور مورسومين أظن أن هذا الكلام من السخف بمكان يعني مؤكد وأقولها بشكل قاطع بل العكس يقول لي الآن وحنا فيه الإفطار الآن البعض يتحدث لي لا ده كيف يتم في الوقت أنت بتقول أنه ينتبه لإخوان المسلمين لا لا حد تاني بيسألني بيقول لي كيف يتم اختيار الدكتور هشام قنديل وهو أحد كان موجود داخل هيكل النظام السابق وكان في موقع مسؤولية فيه وبالتالي هذا التناقض يؤكد بأن لهذا صحيح ويعني القضية المهمة الآن هو كيف أنجح رئيس الوزراء في تشكيل حكومة تحقق حالة رضا وحالة توافق وحالة قدرة على إنجاح برنامج سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل مؤكد أن هذه الوزارة من وجهة نظري لا تزال تحتاج إلى وجود شخصيات سياسية إلى جانب الشخصيات التكنقراط المتخصصة صحيح نحتاج إلى من يدفع بعجلة الزراعة والرأي ومن يدفع بعجلة الصناعة والسياحة ومن يدفع بعجلة العمل والإنتاج في المجالات المتخصصة والتعليم والبحث العلمي وغيره لكن أيضا نحتاج إلى من يساند منظومة سياسية قادرة على انتقال آمن للسلطة من المؤسسة العسكرية إلى السلطة المدنية المنتخبة إلى من يحقق حالة التوافق الوطن الواسع إلى من يحقق حالة في ملف العلاقات الخارجية وفي ملف الأمن والداخلية تحديدا وفي ملف الإعلام تحديدا أتحدث عن مسؤوليات تنتمي للشق السياسي أكثر مما تنتمي للشق التكنقراط المتخصصة دكتور محمد البلتاجي شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعني حاولنا أن ننقل لكم هذه الحوارات من داخل منزل الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسية الذي دعى أعضاء الجمعية التأسية للإفطار في هذا اليوم وكما شهدتم أن كان الحوار غالب هو حوار السياسة واختيار الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء شكرا لكم ولقاء في إفطارات أخرى في أماكن أخرى في شهر رمضان المبارك